أكيد لمين يمال أبهرت زي ما أبهرنا كلنا في اليورو وإحنا نفرج عليه بنوع أن نقول وإحنا لي ما عندناش لعيبة عندها 16 و 17 سنة من قصني الدنيا ولو تفتكر كمان لما النادي الأهلي جاب فليكس وعنده 17 سنة تقريبا عن ما أتذكر وكسر الدنيا بعد كده حتى الأفارقة أو الأجانب اللي بيجوا عندنا في الدولة المصري لازم يكون نكسر 24 و 25 سنة يعني وانت طالع ما بقيناش عارفين نشوف لا لعيبة صغيرة في أفريقيا ولا عارفين نطلع لعيبة كمان صغيرة من عندنا دي حقيقة لأن عندنا مشاكل كتير أنك تطلع لعيب صغير بإمكانيات كبيرة مشاكل كتير جدا جدا على سواء على مستوى تطوير اللعيبين على مستوى المسابقات اللي بتتلايب على مستوى الفاسيليتيز اللي بيستخدمها اللعيب على مستوى الإدراك الاحترافي اللي ممكن أنت يعني تنشئ لعيب يكون عنده 17-16-17 سنة بإمكانيات لعيب محترب كبير أيوة دي 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 صعبة شوية التالنت موجود يعني الخامة موجودة سيدان يعني الخامة الموجودة الموهبة الفطرية موجودة موجودة بس مين بقى اللي ينظف ومين اللي يشيل التراب ومين اللي يطور هي دي المشكلة اللي عندنا ومش مشكلة مداربين قوي أكتر ما مشكلة كمان انت بتتكلم على سيستم بتتكلم على نظام مصابقات بتتكلم على يعني ملاعب اللي بتلاعب عليها النظام بتتكلم على يعني خطاعات الناشئين اللي ممكن جدا تكون أفضل من كده بكتير انك انك تربي ما بين قوصين كده أصل اسمها أكاديمي يعني خلينا نتكلم بكل أمانة موضوع الأكاديمي ده ده لغة تعليمية انت بتعلم ايوه وزي ما بقولك برضو الاهداف ايه الاهداف ان انا مش اخد بطولة 2001 ولا 2003 انا راجل في أكاديمي انا راجل شغال او المدير الفني ده يعتبر مدرس خلينا ما بين قوصين كده ايوه انت مدرس شغال في أكاديمية عشان تعلم واتطور صح واللعيب اللي موجود ده لعيب محتاج انه يتعلم ويتطور علشان تعمل لعيب متأسس كويس احنا دايما عندنا اللعيب ده مش متأسس فالتأسيس ده وات منين من الاكاديمي من قطعات الناشئين صح فانت لو عندك خلل في هذا القطاع فمش هتخرج بابين قوصين كده انت لما اخر سنة في الاكاديمي اللي هو اخر سنة في القطاع انت المفروض بتتخرج عشان تروح للكليه بقى بتاعتك لنادي نادي كبير تقدر تلعب فيه فهل امكانياتك بتأهلك انك تخش وتنافس اللعيبة الموجودة ولا لا لو ما بتقدرش يبقى انت تعلمت غلط تحت في الاكاديمي ما تأسستش كويس ما تأسستش فد دي المعدلة اللي عندنا الحقيقة عشان لنشوف العيبة عندها 17 سبمعتن ahí هل ده موجود فكارة افراكيا انا عرف انت بتعمل جولات فكارة افراكيا هل ده موجود فكارة افراكيا برضو هم عندهم برضو اكيد ما عندهمش أسطوة عظيمة يعني في الأكاديميات بس في بعض الأكاديميات اللي عندها عندها مستوى هائل يعني عندهم مستوى كويس سنغال فيه في نيجيريا فيه في في غانا في بعض الأكاديميات كل دول حلقة شفتوه آه يعني طبعا